اشتركوا في القناة يهدف مقرر ادارة المشتريات والمخازن الى تعريف الطالب بما هي اهداف المشتريات الى جانب التخطيط والاجراءات والتفاوض للعملية الشرائية ايضا يهدف هذا المقرر الى تعريف بالاسس الاقتصادية لسياسات الشراء واستراتيجية الشراء بالجودة والكمية المناسبة ايضا استراتيجية اختيار المورد وتحديد السعر والشراء بالوقت المناسب كذلك يهدف هذا المقرر الى اخذ المفاهيم الهامة في المخزون وتصميمه ثم ترتيبه واجراءات وتقييم المخزون ثم سنعرج الى ادارة النقل في لقاء التعليم الاول والذي بعنوان المدخل الى ادارة المشتريات يهدف هذا اللقاء التعليم الاول الى التعرف على مفهوم ادارة المشتريات ثم التعرف على المقصود بوظيفة الشراء وعناصرها واهدافها ثم التعرف على التغيرات البيئية واثروها على الشراء والتوقعات المتبادلة بين الشراء وادارة المنشأة واخيرا سنتعرف ايضا على جوانب التنظيمية المتعلقة بالشراء لنسخل في المقدمة وبالتالي فان وظيفة الشراء وهي من الوظائف الهامة في المنظمات مثلها مثل بقية الوظائف الاخرى كالانتاج وكالتسويق والمخازن الذي سيأتي معنا لاحقا وبالتالي فهو نشاطا جوهريا يتواجد في جميع انواع المنظمات سوى كانت المنظمات التجارية ام صناعية ومع التطور العالمي والمنافسة الكونية والتغيرات السوقية والاهتمام بانتاجية المنظمات اصبح وظيفة اساسية لها جوانبها التخطيطية والتنظيمية والرقابية ونشاطا مستقل وبالتالي فلا يمكن ان تستقيم العملية الانتاجية الا بوجود مشتريات لاتمام العملية الانتاجية كذلك تهدف المشتريات الى تأمين كافة الاحتياجات الخاصة بقطاعات المنظمة من اجسام وادارات ومن المواد والالات والاجزة والمعدات والخدمات والاعمال الانشائية بالكميات والنوعيات المطلوبة كذلك من ضمن الاهداف المهمة في ادارة المشتريات المخازن اننا نؤكد دائما على الوقت المحدد لوصول المواد والاجزاء المهمة لاتمام العملية الانتاجية وبالتالي فان اي تأخير في هذا المجال قد يعرض المنشأة الى خسائر كبيرة وبالتالي فالوقت المحدد وايضا السعر المناسب هي من ضمن الاولويات المهمة في عملية الشراء ايضا بشكل عام فان اغلب مفكري التجارة وادارة الاعمال يركزون على مصطلح مفهوم ادارة المشتريات والمخازن مع انه هذا المفهوم يرتبط ايضا بثلاثة مصطلحات اخرى او ثلاثة انشطة رئيسية اخرى في نفس مفهوم ادارة المشتريات والمخازن فقد يطلق ايضا ادارة المشتريات ادارة المخازن مراقبة المخزون وقد يطلق ايضا لفظ ادارة الامداد اولا ما مفهوم ادارة المشتريات ادارة المشتريات ما هي الا ادارة متكاملة ومسؤولة عن التخطيط والحصول على كل احتياجات المنظمة من كل الاصناف المختلفة وتخزينها والتصرف فيها والرقابة عليها وهذا طبعا يقودنا الى وظيفة الشراء فوظيفة الشراء ما هي الا وظيفة مسؤولة عن امداد المشروع بالمواد والالات وكما قلنا فان مصطلح المشتريات ما هو الا مصطلح يطلق على ادارة الامداد وبالتالي امداد وتجهيز المواد والاجزاء والمستزمات الانتاجية ووصولها في الوقت المناسب ام طلبات وظيفة الشراء لا بد ان ترتبط بالكمية ترتبط بالوقت ترتبط بالجودة وترتبط بالسعر وايضا المكان اذا لدينا خمسة اركان اساسية تتعلق بها وظيفة الشراء وقت وجودة وسعر ومكان والكمية المراد الوصول الى استيرادها او وصولها الى مخازن الشركة او الموسات بشكل عام وان اي اهمال سوى بتاخير الانتاج وارتفاع التكاليف وانخفاض في الجودة سيؤدي بطبيعة الحال لسمعة المنشأة وبالتالي عدم التعامل معها مستقبلا قد عرجنا سريعا في المقدمة عن اهداف ادارة المشتريات لكنه بالمجمل بالمجمل نقول ان اهداف ادارة المشتريات تتركز في المحاور الاتية المحافظة اولا على امداد ادارة الانتاج وكما قلنا سابقا لا يمكن اتمام اي عملية انتاجية الا بما هو موجود لدينا من مواد خام ومستزمات انتاجية تساعد او تدخل في العمليات الانتاجية كما تقدم معنا في ادارة الاعمال فان لدينا اه مدخلات ولدينا عمليات ولدينا مخرجات فبالتالي من ضمن العناصر الاساسية في ادارة المشتريات هي اه المدخلات والمدخلات هذه هي المواد الخام الخامات بشكل عام الازاء سواء كانت ازاء نصف مصنعة او مصنحة بشكل كامل وبالتالي جميعها تدخل في عمليات الانتاج ثم العمليات المعتادة للانتاج وثم تخرجنا السلعة بشكلها الكامل الحفاظ على مستوى استثمار منخفض في المخزون وكذلك تخفيض الخسارة الناشئة عن المخزون او عن الاستثمار وبالتالي كثير او جميع الشركات لا يكون تفكيرها التعبية الكاملة للمخزون وبالتالي يحاولون قدر المستطاع تخفيض المخزون بالقدر المناسب لظروف السوق سواء كان من ظروف الركود او انتعاش او من ناحية حتى الاسعار فالاسعار في بعض الاحيان قد تقل وبالتالي فالمفروض او الاصح انه يتم تخفيض المخزون للظروف المستقبلية ربما نقول انه هناك انخفاض في الاسعار وبالتالي قد يتعرض المنشئات انهم يشترون مشتريات في وقت تكون في الاسعار مرتفعة فبالتالي تحاول جميع المنظمات سواء كانت تجارية او صناعية انها تحافظ على قدر مناسب من الاستثمار في المخزون بشكل منخفض الحصول على المواد والمستزمات باقل التكاليف وايضا بالمستوى الجودة المطلوب الجودة لا تعني ان الاسعار لا بد ان تكون مرتفعة الجودة هي ان تكون السلع التي تنتجها هذه الشركات مقبولة لدى المجتمع بشكل عام ولو بنسبة مقبولة ايضا من الجودة المحافظة على معايير ايضا الجودة للمواد والاحتياجات المطلوبة ومراعاة تجانسها وذلك بضمان مناسبتها للانتاج ايضا يتعلق ايضا المشتريات بعملية المورد وسيأتي معنا لاحقا هل تستعين ادارة المشتريات بمورد محلي او مورد خارجي حسب الكفاءات والقدرات العالية الموجودة وبالتالي فهناك تتراوح المواد الخام والمستزمات حسب نوعية الموردين لذلك من اهداف ادارة المشتريات البحث عن موردين ذوي قدرات عالية العمل على تحسين المركز التنافس للمنظمة وايضا انجاز علاقات عمل منتجة مع الادارات الاخرى في المنظمة وانجاز الاهداف الشرائية عند اقل مستوى ايضا منع التكرار لتفادي تراكم الاصناف دون الحاجة لها وهذا تكلمنا عنه وقلنا المفروض اننا نحافظ على قدر مناسب من المخزون بحيث لا نتعرض الى مشاكل الاسراف او العادم او التلف في بعض المخازن وبالتالي تحسب حسابا اغلب الشركات لهذا الجانب التكامل والتعاون بين قسم المشتريات وباقي اقسام المؤسسة خاصة عندما نتكلم عن قسم الانتاج وايضا قسم المخازن وايضا قسم التسويق وايضا قسم التمويل خاصة ان التمويل قد يتعرض في بعض الاحيان الى مشاكل سيولة وبالتالي لا بد من التكامل والتنسيق المسبق ما بين ادارة المشتريات وهذه الاجزاء ايضا ضمان التوثيق والتسجيل لكل عمليات الشراء حتى يكون عملنا نظامي وليس مجرد اننا نقوم بعمليات الشراء دون اي وثائق او سجلات تحتفظ بها المؤسسة وكما قلنا في اطار الحديث انه لا بد من عمليات الادخال المخزني لكل عملية شرائية كذلك زيادة كمية المعلومات وفي الوقت نفسه تقليل نفقات المخزون وتشغيل العمليات ثم دعم المركز التنافسي للمنظمة وقدرتها على تحقيق الارباح واخيرا من ضمن اهدافنا تحقيق المتابعة والرقابة على سياسات واجراءات الشراء بهدف تطويرها التقييم الشراء مطلوب في كل مرحلة من مراحل عمليات الشراء وبالتالي على اقل نخرج باقل كلفة واقل وقت واقل مجهود من العناوين المهمة والتي يهتم بها او تهتم بها ادارة المشتريات هي المسؤوليات لهذا الادارة فلدينا سياسات مناسبة للشراء وهي سياسة الشراء بكميات قليلة سواء كانت قليلة او متوسطة او كبيرة او سياسات الشراء بحسب الحاجة لان احنا كما قلنا سابقا لا نشتري اي مشتريات او اي مواد الا بعد الرجوع لجهات او لدارات الطالبة لهذه المواد ومن ثم تقييمها والغرض من شرائها ايضا سياسة الشراء مقدما للتخزين قد ربما تكون ايضا عمليات الشراء ليست بالضرورة ان تدخل في عمليات انتاجية فربما تكون من اجل المضاربة اي بمعنى اعادة بيع هذه المواد الى السوق مرة اخرى ايضا السياسات المتعلقة بمصادر الشراء وهل تعتمد مثلا على مصدر الشراء واحد ام عدة مصادر لان انا نتكلم فيما سيأتي لاحقا معنا عن موضوع كيفية عملية الشراء فهل هل تكون هذه عملية الشراء بالمناقصة ام بالمنافسة او عبر اللجنة او عبر الامر المباشر ايضا من ضمن المسؤوليات لادارة المشتريات القيام بالدراسات والبحوث المختلفة مثل التنبؤ وجمع المعلومات عن الاسواق والحالة السوقية وايضا الحالة التنافسية في السوق لان اغلب المنظمات لا تعمل وحيدة في مجال السوق وانما لدينا مؤسسات كثيرة وبالتالي لا بد من القيام بالدراسات والبحوث المختلفة ايضا لدينا دراسات اتجاهات او مستويات الاسعار والاسعار ايضا مهم جدا ان نسلط الضوء عليها حتى نقوم بعمليات الشراء على اقل مستوى من هذا الاسعار وبالجودة طبعا المناسبة ايضا كذلك دراسة كمية المواد في السوق ومستويات الجودة لها ايضا ومن ثم دراسة البدائل والمستجمات البديلة فيما اذا لو لم تتوفر بعض الاصناف او المواد الخام فهناك لدينا مجال انه يتم دراسة البدائل الممكنة في حال عدم وجود بعض المواد في السوق من ضمن ايضا مسؤوليات عملية الدراسات والبحوث مراجعة طلبات الشراء الواردة لها من وحدات المنظمة فبعض الاقسام تبالغ في طلباتها خلال فترة زمنية قادمة مما يؤثر سلبا على اداء المنظمة ككل الجدول الزمني للمشتريات حيث تقوم وظيفة الشراء بوضع جدول زمني لتوفير احتياجات المنظمة من المستجمات المختلفة وفي المواعيد المطلوبة وكذلك تحديد مستويات المخزون ثلاثي الابعاد اي بمعنى الحد الاعلى للمخزون نقطة الطلب والحد الادنى وبالتالي قد ربما نصل الى الحد الادنى فيما لو تعرضت بعض المؤسسات او الشركات لمشاكل سيولة وبالتالي مشاكل سيولة موجودة لدى اغلب المؤسسات او النظامات سواء كانت تجارية او صناعية وبالتالي كيفية المواءمة بين هذه المستويات الثلاثة هو محور حديثنا القادم تصريف الاصناف المخزونة التي لم يعد لها حاجة وكما اقول عليها نحن في ادارة الاعمال مخلفات الانتاج او العادم او الفاقد هذه كلها مصطلحات يطلق عليها تصريف الاصناف المخزونة وذلك بالشكل الذي تراه مناسبا وبما يحقق الفائدة للمنظمة اصدار اوامر التوريد اصدار اوامر الشراء ايه بمعنى عبارة عن نموذج يصدر من وظيفة الشراء في المنظمة الى المورد يتضمن الطلب بشراء كمية معينة بسعر معين ووقت معين ومواصفات محددة ثم مراجعة وتدقيق عقود الشراء للتأكد من سلامتها بالتعاون مع الشؤون القانونية في المنظمة وثم نصل الى توقيعها مع الموردين اخيرا اقرار مصير المواد الموردة نحن لدينا اشكالية في موضوع الموارد القادم او المستوردة فلربما تكون هذه المواد او المستزمات التي قمنا بشرائها تحمل اما اقرار القبول يتم قبولها ثم يتم عملية اتخال المخزن لها او الرفض للبضاعة او المواد او الخامات التي تصل من الخارج نتيجة لمشاكل في الاستلام وفي عملية الفحص وبالتالي فيكون لدينا عدة اعتبارات اخرى ممكن ان تكون فيها عمليات الرفض اما بعادة البضاعة الى المورد او التفاوض على سعر اخر لها او نرى اذا كانت مقاربة لبعض الاصناف فممكن القبول بها على ان يتم ايضا التفاوض على سعر اخر ليس بالسعر الذي تم التوريد عليه وهذا طبعا سيأتي معنا في موضوع المشاكل التوريد فيما يخص السلعة المستوردة وعدم مطابقتها للمواصفات الان لا بد ان نفرق ايضا ما بين ادارة الشراء ولدينا مفهومين المفهوم الاول مفهوم التوريد والمفهوم ومفهوم الامداد طيب مفهوم التوريد ما معنى مفهوم التوريد مفهوم التوريد هي وظيفة اوسع نطاقا من وظيفة الشراء وتتعلق بانشطة الشراء والتخزين والاستلام والفحص والنقل وادراسة المواد والتصرف في المخلفات الصناعية وبالتالي فهي وظيفة أوسع من وظيفة إدارة الشراء بينما مفهوم إدارة الإمداد أو يطلق عليها فيما بعد أو الذين يطلق عليها مفكري إدارة المشتريات على أنها إدارة سلسلة التوريد أي إدارة الإمداد ما هي إلا إدارة تسمى بإدارة سلسلة التوريد سلسلة التوريد هذه ما هي إلا مجموعة أنشطة أو وظائف تتابع المنظمة مع الموردين للموان والاحتياجات ويمتد نطاقها حتى العميل النهاي وبالتالي فسلسلة التوريد أوسع في نطاقها من مفهوم التوريدات الذي ذكرناه قبل قليل وتتمثل سلسلة التوريدات في التسفيلات التي يكون منها المخازن المصانع مراكز التشغيل مراكز التوجيه أما الأنشطة والوظائف في هذا المفهوم فتشمل أيضا أنشطة التوريدات والشراء والتنبؤ وإدارة المخزون وتطوير المنتجات وتنظيم الموردين وغيرها من الأنشطة الأخرى عناصر المشتريات تتمحور في عدد من العناصر منها أولا المواد فقبل أن تبدأ بأمر الشراء لابد من معرفة المادة التي تريد شراءها وبالمواصفات والمقاييس التي تحددها أيضا السعر السعر المعقول الذي يتحقق معه جودة معقولة وسعر يناسب طبيعة عمل الانتاج أيضا لدينا جودة مقياس للتمييز أو حالة الخلو من العيوب والنواقص عن طريق الانتزام بمعايير قابلة للتحقق لإنجاز التجانس في الناسج ترضي متطلبات محدد المستخدمين أيضا لدينا الكمية وهنا يتم الشراء بالكمية التي يطلبها قسم المخازن عن طريق عمليات التوقعات المجدولة لدينا الوقت ويعتمد سرعة المورد على توفير المواد في الوقت المناسب لأننا نتكلم على عمليات انتاجية في أي تخلف أو أي تأخير عن الوقت المحدد قد يعرض الشركة لخسائر كبيرة لدينا أيضا من هو المورد الذي ممكن أن تتعاقد معه الشركة الصناعية أو الشركة التجارية في توريد موادها وبالتالي لا بد من التركيز على موضوع المورد والتفاوض معه على الأسعار المناسبة في ذلك لدينا أيضا النقل والنقل قد ربما يكون على ثلاثة أنواع فلدينا نقل بري ولدينا نقل جوي ولدينا نقل بحري والبحري قد يشمل أيضا النهري بشكل عام ولكنه بشكل عام نقول عليه بحري وبالتالي أيهما أفضل طريقة لإيصال مشترياتنا بأقل كلفة ووصولها في الوقت المناسب النقل البري يتعلق بالمورد المحلي في الغالب تتعلق بالمورد المحلي أما النقل الجوي والنقل البحري فالغالب يكون عندما يكون لدينا مورد خارجي وبالتالي فكل وسيلة من وسائل النقل لها مسبباتها ولها عناصرها ولها أمور سيأتي معنا في اللقاء الأخير مكان التوصيل أيضا يجب التأكيد على ما هي الوجهة النهائية فحتى لا يصير هناك تكاليف كبيرة جدا لا بد التأكيد على وجهة نهائية لوصول الشحن ومثم التفريغ في الوقت المناسب دون إضاعة الوقت أيضا لدينا العقود سلامة توقيع العقود تكمن في شمولية جميع العناصر السابقة من ضمن الأمور الأخرى المهمة في المدخل إلى إدارة المشتريات هي التغيرات البيئية وأثارها على الشراء كما سلفنا قادما وتكلمنا عن موضوع أن جميع المنظمات تعمل في بيئة قد تكون متغيرة أو متجددة أو غير مستقرة وبالتالي فهذه النقطة لا بد أن أخذ بعين الاعتبار فيها من حيث أول شيء زيارة استخدام تكنولوجيا المعلومات لأن المعلومات وكثافة المعلومات له دور كبير في عمليات الشراء أيضا كثافة مفاهيم التي تتعلق بالتركيز على جودة لتحسين المنتج أيضا لدينا انخفاض أيضا التحييز نحو مورد الماء لأنه كما أسلفنا سابقا الموردين قد يختلفون فيما بينهم فبالتالي نجد بعض الموردين لديهم بعض الامتيازات أو بعض الشروط التي قد تصلنا البضاعة بشكل مخفض ولدينا بعض الموردين الذين نتعام معهم بشكل ثابت وبالتالي فالمنظمات تستطيع أن تفاضل بين هؤلاء الموردين بحيث تحقق نتيجة المرجوة منها وبالتالي فإن المصانع الكبيرة باتت اليوم تقيم الكثير من العلاقات مع الموردين والاستخدام الفعال لهذا المدخل يتطلب تطوير العلاقات الطويلة مع الموردين أيضا زيارة استخدام التفاوض التفاوض الشرائي مهم جدا وبالتالي لا بد أن تتم عملية التفاوض في بيئة تفاوضية جيدة بحيث تؤتي أكلها من هذه العملية التفاوضية لدينا أيضا زيارة استخدام التحليل التنافسي فكما قلنا سابقا لا نعمل وحيدا في السوق إنما هناك كثير من الشركات وكثير من المصانع تعمل في الأسواق وبالتالي لابد من لحاطة في هذا المفهوم لدينا أيضا زيارة التطور وظهور ما يعرف بالإنتاج المرن وبالتالي يحسن قدرة المنظمة على الاستجابة لحاجات المستهلك أيضا زيارة التعامل بالشراء وهو ما يعرف بنقل التكلوجيا وهذا ما سيأتي معنا لاحقا من التوقعات المتبادلة بين الشراء وإدارة المنظمة المتوقع من إدارة الشراء أنه عندما تحتل المشتريات إدارة مستقلة فإن الإدارة تتوقع منها آداء واجبات الشراء وأيضا تحقيق الأهداف الشرائية وأيضا أن تعمل بمثابة مركز معلومات للشركة ككل لأننا نحن نقول مركز معلومات للشركة بمعنى أنها هي الوسيلة المهمة في عملية الإمداد وبالتالي يعمل جميع العاملين في المشتريات على وضع اهتمامات المنظمة نصب أعينهم والتعامل والتلاحم مع الموردين بعدالة وشرف ونبل أيضا توقعات الشراء من الإدارة من خلال التحديد الواضح لإدارة المشتريات وعدم التداخل مع الإدارات الأخرى لأن التداخل قد يولد بعض الإشكاليات في العمل التجاري أو العمل الصناعي وبالتالي لا بد من الدعم والتأثير لسياسات الشراء عبر الشركة من أجل تقديم التسهيلات الفنية والمادية للأعمال الشرائية كذلك تمثيل الشراء في اتخاذ القرارات والإنصات بعقل منفتح لمقترحات الشراء لأن التمسك بالأراء لإدارة المشتريات واحدها قد يعرض الشركة لمشاكل كثيرة لذلك لا بد من الإنصات والاستماع لباقي الإدارات العاملة الأخرى سواء كان في مجال الإنتاج في مجال التسويق في مجال التمويل وجميعها كما قلنا أو أسلفنا سابقا ما هي إلا عمليات مترابطة ومتكاملة ومنسقة فيما بينهم البين أيضا تنظيم إدارة المشتريات يتعلق هذا التنظيم بشقين الشق الأول شق مكاني وهي بمعنى أن إدارة المشتريات في أي إطار وما هي الإدارات التي تعمل معها وبالتالي سمي الشق الأول في التنظيم الإداري أو التنظيم إدارة المشتريات بالمستوى الإداري أو المكانة وبالتالي فإن إدارة المشتريات ما هي الإدارة تعمل في الهيكل التنظيمي للمنظمة مثلها مثل باقي الإدارات الموجودة في المنظمات إنتاج تسويق تمويل علاقات عامة كلها تعمل في مستوى أفقي وليس مستوى عمودي وبالتالي مستوى أفوقي جميعها تعمل في إطار واحد ومتساوي ولا تفضيل على إدارة دون أخرى أيضا لدينا التنظيم الداخلي لإدارة المشتريات من حيث التنظيم والعوامة مؤثرة على التنظيم الداخلي وأسس إعداد هذا التنظيم وصلاحيات إدارة المشتريات لدينا أيضا ما يسمى بالمركزية واللا مركزية في الشراء وأيهما أفضل المركزية تظهر عندما يتم تجميع وظيفة الشراء في مكان واحد ويسأل عنها فرق واحد ويصبح هذا الشخص مسؤولا عن الأداء الناجح لعمل إدارة المشتريات وبالتالي المركزية قد يتم تفضيلها لأنه حتى لا تتم العشوائية في عملية الشراء فيفضل أن تكون هناك مركزية لعملية الشراء أشخاص محددين إدارة محددة هي المسؤولة عن عمليات الشراء أما اللا مركزية فتظهر عندما يترك لإدارات الأخرى الحق أن تتدخل في عمليات الشراء وبالتالي قد ربما تحصل هناك مشاكل كثيرة في هذا المجال أيضا لماذا نقول أن المركزية أفضل من اللا مركزية أول شيء لأن تعمل على القضاعة الإزدواجية في جهود الشراء والإزدواجية قد تكلف الشركة مبالغ كبيرة جدا فيفضل أن تكون هناك مركزية في عمليات الشراء أيضا تخفيض تكلفة الشراء وتسهيل الرقابة على أعمال الشراء وتنمية العلاقات مع الموردين وتطوير عمليات البحث وزيارة التخصص إلا أن قد نرى هناك بعض العيوب للإدارة المركزية تتمحور في انخفاض كفاءة عملية الشراء وأيضا خطورة توقف العمل وصعوبة التطبيق لأننا ننتظر إدارة الشراء بعمليات الشراء ولربما يتأخرون في عملية الشراء وبالتالي قد تعرضنا المركزية لبعض المشاكل في عمليات التوريد عزيزي الدارس خلاصة لقائنا التعليمي الأول فقد تطرقنا إلى إدارة المشتريات وعرفناها بأنها إدارة متكاملة ومسؤولة عن التخطيط والحصول على كل احتياجات المنظمة من كل الأصناف المختلفة وتخزينها والتصرف فيها والرقابة عليها كذلك تكلمنا عن أهداف إدارة المشتريات وقلنا هي الإدارة مسؤولة على المحافظة على عمليات الإمداد وأيضا الحفاق على مستوى استثمار منخفض وكذلك تخفيض الخسارة الناشئة عن المخزون والحصول على المواد والمستزمات بأقل التكاليف وبالمستوى الجودة المطلوب ثم تطرقنا إلى عناصرها وأمها المواد والكمية والسعر والجودة والوقت المناسب عزيزي الدارس إلى هنا ينتهي لقاؤنا التعليمي الأول توم توم بخير ترجمة نانسي قنقر